بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه اليوم في لقائنا المستمر في برنامج نور الدين والذي نستهدي به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نتكلم حول مسألة حادثة وإن كان قد تكلم ودندن حولها الفقهاء القدماء إلا أنها قد أخذت أوضاعا تتعلق بالطب والقانون والاجتماع البشري تتعلق بالإنسان كإنسان وهي قضية نقل الأعضاء نقل الأعضاء بدأ منذ زمن طويل قد يكون من أكثر من سبعين سنة إلا أنه كان في بداياته وخطواته الأولى ثم بعد ذلك جرت الأبحاث وتوصل الأطباء إلى ترتيب معين يستطيعون به نفع البشرية وأصبح هذا المبحث كبيراً وطويلاً لأن ما ينقل من إنسان إلى إنسان ومن حيوان إلى إنسان ومن إنسان إلى نفسه مختلف هناك نقل للقرانية وهناك نقل للأنسجة وهناك نقل لأعضاء مركبة وهناك نقل لأعضاء بحالها لكنها إثنين في الإنسان كالكليتين مثلاً وهناك نقل جزء كجزء من الكبد وهناك نقل كلي كنقل القلب من إنسان انتقل تواً وفوراً من الحياة أنواع كثيرة جداً وأصبحت الموقف من هذا مختلف بين البشر هذه مسائل التي تتعلق بالإنسان ليس محلها الوصول طباً إلى القدرة وعدم القدرة عليها ليس كل ما يتوصل إليه الطب نستطيع أن نفعله الأمر متعلق بحياة الإنسان وبعلاقاته مع الآخرين وبتاريخه ومستقبله فالأمر أكثر تعقيداً من أن يكون مختصاً بجهة معينة وهي أن الطب استطاع أن يفعل هذا الطب قد يستطيع أن يفعل شيئاً ويأبى علماء القانون أو علماء الشريعة أو أهل الاجتماع البشري أو الساسة أن ينفذوه لأنه يكر على القيم أو لأنه يهدم منظومة قارونية يحتاج إليها البشر في تحقيق العدالة بين الناس ليس كل ما يتوصل إليه الطب مباشرة يكون مقبولاً توصل في أبحاثي إلى إمكانية الحدوث وهذا هو الذي حدث مع نقل الأعضاء وأخذ هذا الموضوع مساحة كبيرة من الزمن وهي جدنا بعد ذلك أكثر من عشرين دولة إسلامية الدول الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي سبعة وخمسين دولة تنص دستيرها أنها دولة إسلامية إلا واحدة أو اثنين لكن هذه الدول منها أكثر من عشرين دولة دخلت في نطاق وضع قانون ضابط بشروطه وأحواله لنقل الأعضاء وأخذ دراسات كثيرة جداً ومؤتمرات كثيرة جداً ونصيب مصر من هذا كان كبيراً قام الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بعمل أكثر من مؤتمر وكان آخر تلك المؤتمرات على عهد الإمام الأكبر رحمه الله تعالى سيد تنطاوي وجمعت كل الأبحاث الأبحاث والأقوال والدول التي أنشأت قوانين سابقة لدراستها وصدر في مصر ما يتعلق بنقل القرانية أولاً ثم ما يتعلق بنقل الأعضاء ثانياً وحدث بعد التجريب والتطبيق بعض التعديلات على القانونين بحيث أصبح هذا القانون كأنه حجة ومرجع يبين الشروط ويبين الكيفية ويبين ما هو المتاح والمباح وما هو الممنوع والقبيح حدث كل هذا والحمد لله رب العالمين فنحن الآن بعد كل هذا الجهد العلمي الرصين الذي اشترك فيه علماء الشرق وعلماء الغرب وعلماء الشريعة وعلماء الطب وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة واشترك فيه كثير من المفكرين لأن الأمر كما قلنا لا يختص بالطب وحده صدر قانون قانون موجود ومعمول به ووضع شروط متى ننقل كيف ننقل هل يجوز أن يأخذ المنقول منه شيئاً من المقابل هل يجب على المنقول إليه رعاية المنقول منه رعاية صحية وطبية لأنه أضره بأخذ جزء من جسده إلى آخر ما هناك من الحالات هذا الموضوع ما زال يشغل بال الناس لماذا يشغل بال الناس؟ لأن الإنسان لا يملك نفسه هذا هو أساس الموضوع أن الذي يملكك هو الله خالقك وهذه الأعضاء التي معك من عينين من أنف من أذن من أسنان من كبد من كليا من معدة كل هذه الأعضاء مختصة بك ففي فرق ما بين الملكية وفي فرق بين الاختصاص الملكية شكلها إيه؟ أن يجوز التصرف فيها كما أشاء أنا لا يجوز التصرف لا في أعضائي ولا في حياتي كيف أشاء إذن فأنا لست مالكا ملكية حقيقية بس العينين عينية والكليتين كليتية والكبد كبدي والحاجة حكتي الآن على سبيل الاختصاص يعني مختصة بك يبقى التعبير الصحيح إنك لا تملك أعضائك ولا تملك روحك ومن هنا كانت تصرف في الروح جريمة لو الواحد حاول ينتحر وروحه تطلع منه يبقى جريمة وطبعا مش هيموت اللي أبقى جلوه إنما يكون ارتكب جريمة فإذن لا يجوز للإنسان أن يتصرف لا في روحه ولا في نفسه بهذه الكيفية يجوز للإنسان إنه هو يفعل ما لا يضره وهنا بيتدخل الطب عشان يقول طب أنا هنقل كلية لأخويا ولا لإبني ولا لزوجتي ولا هتلقها طيب هذا هذا الفعل هل هيضرني هل هيؤدي إلى وفاتي مثلا هل أنا عندي كليتين كليا سليمة وكليا غير سليمة فهاخد السليمة يبقى ما عنديش حاجة ويسبب هذا الوفاة ولا لا كل هذا الكلام نظمه القانون وعلى سبيل أيضا التفاعل كنا نحب نسمع بعض الأسئلة أنت يظهر عندك سؤال يعني محتاج إليه قوي يعني طب قول وريني كده ترجمة نانسي قنقر